مرحبا مرحبا بفيديو جديد مثل ما وعدت لزقت هون بس غيرت الثيابي غيرت الأكسيسوريز هيك لبان بحلة جديدة هيدا الفيديو عن منتج بالنسبة لقلي وهيدا رأيي الخاص في منوارة تجربتي طبعا هو منتج سحري مكملات غذائية من برند هلا رح احكي لكم القصة مدام انه فيديو اللي قبل رح يكون كتير طويل هيدا البراند طلعت في بوز سكتت قبل البراند في صبية يوتيوبة كتير مشهورة اسمها تاتي قناتها رائعة جدا هي صادقين جدا وحلوين طبعا على حسب الاختيارات الشخصية هيدا اللي كليتنا بين اولا بس السنة اللي فاتت كانت عم تشتغل على شي هي اناونس دات عندها بكل مواقع سوشال ميديا انه عم تشتغل على شارلي كانت عم تشتغل على شارلي ونصر العالم انصدمت لانه كل العالم كانت مستنية لانه كل العالم كانت مستنية ميكاوب هيدا هو شكله مكاملات غذائية على حسب شو بدكن يمكن صحية يمكن على الشعر يمكن على الأدافق يمكن على السكين يمكن على الجنرال مكاملات غذائية بس هيدا كانت اول واحد لانه طلعت واحد من كم شهر هيدا لالأدافق للبشرة طلعت واحد من كم شهر على أخضار اسمه كيوي ولا هيلو كيوي فانا لما اتفرجت على الفيديو ولا الانونسمنت بسئلة لحالي واو خصوصا انه شخص كتير متابر وتعبت على البراند ولا تعبت لوصلت انه تعمل براند لالها اواند باي هر يعني ما عندها شركة خصوصا انه شخص كتير متابر وتعبت على البراند ومنا عند الاف دي اي والناس هجموها كتير وزعلو وسبسبوه ما كتير تحمس لهيد الاساة لانه اي دونت ولا اي دينت اي دينت بليف خصوصا انه جربت كتير وقاليل وولا شي شفت منه نتيجي حتى ولو كانت نتيجي صغيرة جدا لا فبشهر سبع ما بعرف كيف بالغلط ضربت ايديك العادي على صفحتها ولا على صفحت هيلو بيوتي يلي بالانستغرب فبالحشارية صرت عم شوف وعم شوف كتير ناس من عند ناس جربوها مش هي بس ناس جربو ودي بوست البيكترز فبلشت انتباه تباعي يتركز شوي شوي بعد هيك تقريب من كم اسبوع اي دي صايد انه ام گنا جيفيت اجو غير طريق زباط اهلا وسهلا ما زباط ما راح يأزي فغالشي شفته بالويبسايت لدي اتأكد إذا راح يوصلوا عندهم الانترناشنل ديليفري إذا راح يوصلوه لهون بالإمارات لكلي اللي ايتهم بيوصلوه فاشتريت أول علبة ولا أول بوكس فيها ثلاثة بطلز ولا ثلاثة أناين السهر مية وثلاثة وخمسين درهم إماراتي يعني في شغلي واربعين دولار يمكن تسعة واربعين دولار هلأ مش أخيص ولا غالي بس مقارنة بالنفس الكاتيجوري من المكملات الغدائية تنبيع في السوبرماركت ولا بالفارماسيز هون تنبيع الانينا بتيجي فيها ستين حبيت طريقة أخذها حبتين كل يوم يعني كل الانينا راح تضاين شهر معناته إنه العلبي راح تضايني ثلاثة شهر لما بلشت أخذو أول شهر ما شفت أي شيء أي تطورات أي شيء نهائيا شعري كان بيتساقط بشكل رهيب أضافري خصوصا ماي نيلز كانوا بيتكسروا يعني من غير ما أتحرك بدرو بإيدي بيتكسر ضفري أو بيتشققوا حتى في كتير صبايا من قبل سواء عندي هون بالقناة ولا بالإنستغرام سألوني شو منعمل لأضافرنا قالت له أنا كمان بيتكسروا عندي خصوصا إنه أنا بعمل شغل البيت كل ياته بإيدي غسيل موعين غسيل تياب ناشير تياب غسيل الأرضي مسح البيت يعني كل شيء بالبيت أنا بعملوا بإيدي زائد موعين الصابون والكريمات فالطبع الموعين بتصير بايلز ان بايلز ان بايلز ان بايلز ان بايلز ان بايلز ان بايلز ها قاعدت إنه بليش أخده أول شهر ما شفت أي نتيجة صرت عم بقول لحالي كيف رح أطلع أرمو لريفيو عن شيء وما شفت نتيجة يمكن أضافري؟ لا ما شفت شيء بأضافري يمكن شعري؟ لا ما شفت شيء بأضافري فقالت ما بدي يكون عم بركض معا حالي عبدأت إنه أعطي هيدا البروتاكت وقته لا أشوف بعد شهر ونص ولا شهرين بلش شوي كتير صغير التطور بأضافري بس بشرتي ما كان فيها شيء ما ننسى إنه كنت عم جارب كتير كريمات وكتير برودارت فالاضطرابات الجلدية كانت عندي شوي زيادة وللأسف شهر التالي لما بلشت شوف تحسن بشعري نضرب لما نحرق بالشامبو وقفت تقريب الثلاثة أسابيع لأنه تأخرت طلبت مرة ثانية فتأخرت لتوصل لشحنة وقفت تقريب الثلاثة في ديسمبر وقفت تقريب الثلاثة أسابيع بالتمام والكمال وبلشت في الانينة رقم سبعة بالفيديو يلي فات فرجيت الأربع بوكسز يلي عندي كل بوكس فيه ثلاثة أسابيع النتيجة يلي شفتها بعد ثلاثة شهر أول شيء ما بعرف إذا إنتو كمانا لاحظتوها قبل ما نروح للشعر هني ماي نيلز ولا أدافري الأدافر صار لي زمان ما أصيتون صار من زمان ما لكسار لي ولا ضفر من عندي نهائيا أدافري صاروا كتير قواية أدافري صاروا كتير قواية يعني عم بشكر الله إنو صار تحسن وعم شوفوا that's the reason I'm very happy plus that's the reason إنو طولت كذا مرة عم بيوعدكن إنو رح أعمل الفيديو رح أعمل الفيديو بس كل يلي أخدتو هني الوقت لأقدر إحكم بالطريقة المزبوطة بالشكل المزبوط الآمن وتو بي 110% شور فأول شيء الأدافر الخامي تغيرت عندي they became stronger ما بيتكسروا ما تكسروا لي صراحة مع إنو كل هيدا شغل البيت بس طبعا إذا رح نضرب إيدينا ولا رح نمسك شي بقوة of course they gonna break بس بالحياة العادية بروتين تبع الغسيل المواعين والبيت أبدا ما صار لهون شيء أبدا وما بيقشروا هيك they peel من فوق نهائيا مثل ما عم بتشوفوا I'm really grateful حتى مؤخرا بكذا فيديو صبايا عم بيقولوا لي شو عم تغملي لأدافرك this is it بس هاي دي الشغلة ونوفقوا شوي من زيت من عند زوينة كوزماتيك لأنه في زيت الآقان وزيت التين الشوكي تاني شغلة بالنسبة لبشرة والشي جربت كتير منتجات فطبعا I'm putting lot of stress على بشرتي بس الفرق موجود مش كتير كبير موجود انه وشي is more hydrated أحسوا المي اللي عم بيشربوا والأكل اللي عم باكلوا عم بيبان شوي على بشرتي ما رح احكي عن الهالات السود لأنه أنا عمري ما كذابت وعمري ما قلت انه ما عندي هالات السود طبعا هدا بيبان لما بطلع بالفيديوهات من غير ميك اوب ولا لما بيعمل فيديوهات متل لما عملت تنظيف البشرة الهالات السود عندي scenes forever على قلة الأكل على قلة النوم على الضغط على التعب على المرض فهدو الكليات لحد ها الدقيقة عمري ما قلت ولا طلعت بالقناة قلت انه هيدا المنتج سحري بيشيل الهالات السود never ever عمري ما قلت انه هيدا الوصفة بتعملوها بتشيلكن السواد never ever فبليز ما تقولوني شي أنا مائلته أنا عم بيحكي عن بشرة بشي فيها شوية نظارة شوية صغيرة بس موجودة بالنسبة للبوغز إذا كبقتن ولا قللتن I've never seen a difference بهالشهور اللي فعتورة أكون أميني جدا بالنسبة للحبوب عم بيطلع لي شوية حبات بس بتصور على stress والضغط وعلى كمان تغيير المنتجات لأنه I'm not consistent ولا stable على منتج X دائما خلال الشهر بجارب مرتين ثلاث مرات منتجات مختلفة and of course I pay the price بس no major breakouts at all نيجي للشعر متل ما قلت بالفيديو يلي قبل I've seen a dramatic dramatic change بشعري نقص تساقط شعر بتقريب فوق التسعين بالمئة لأنه ما عندي لك معين خصوصا بالحمام وخصوصا لما بكون نيمي وبصحة وخصوصا لما بمشت شعري فقل كتير درجة مخيفة In a good way خصوصا هلأ ثلاثة شهر عم بحس إنه هايدي المنطقة لأنه ثلاثة شهر صار عم بيطلع شعر جديد هايدي المنطقة صارت عم تنتفخ شوي معناته إنه في شعر جديد فيها طبعا تحت هلأ رح أرجع أفتح لكم شعري لتشوفوه شعري منو straight هلأ مناشفاه لما طلعت مني الحمام فلما تفكروا إنه شعري مسبسب ومسلسل بس إنه شفاه بالهير دراير يعني عم بمشت وعم بنشف مش عم بعمول ايران ولا فلات ايران ولا عم بعمول بلو دراين لا تفكروا بس 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 ماليش عمشوف حالتي إذا مزبوط شوي ولا لا هايدي هي الكونكلوجين يلي من هاي لو بيوتي هي طلعت من كم شهر الكيوي أخضر اللون تبعو طبعا رح تلاعلكم هلأ الصور من عندها من الويب سايت تحت بسم دوق الوصف رح تلكم رابط لقيلو انا ما بعمل دعايات عندي بالقناة كل يلي عم بقولوا رأيي من وقت تجربتي الخاصة ومدام شي منيح متل ما بلاقي شي مش منيح بطلع بقولها لما بلاقي شي منيح بكون عم باكود لأعمل هاي دول الفيديوهات لغيري يستفاد وبالنسبة الانجويدينز وماني كيميائية بس رح تلكم يلي مكتوب عندها بالويب سايت مكتوب انه البينك وانز فيه البيتامين سي البيتامين دي تري فيتامين بي وان بي تو بي سيكس بايوتين زينك كوبر ماجنيز روز هيب باودر اكستراكت غريب سيد اكستراكت بمكين سيد باودر وشوية انجريدينت ثانيين طبعا ساينتيفيكس ولا علميين فما رح ازعشكن بس بالكلمات لا انا ولا انتوا رح تفهموها زائدة عندها الكيوي سيدز يلي هو السكن بوستر تفهموها تفهموها ما طلع لي شي شعر ابدا تفهموها شعر اغاث فقط لغير حسيت هذا يمكن احساس بالنسبة للحواجب ولا عقموش بس مناطق تانية ما فيها شعر نيهائيا لا ارى اغاث مختلفة من هون بد اتشكر تاتي مع انه هي ما بتعرفني بس انا بتشكرها انه شخص هي ديليفرد وشي برميز حتى بالاول اي هاد مي داوتس بس بعد هيك لما جربت ام سوهوكت وكمان اشعلي كتير مهمة مش نشتري انينا ونشربها ونشربها رح يضلو شعرنا منيح لطول الوقت زائد كل واحد ولا كل واحدة بيهايفز بيهايفز كل واحد فينا بيكون عنده اختلاف طبعا بالهرمونات و بالجسم يمكن انا فعني غيري فادها كتير يمكن غيري ما رح يفيدها ام نوت كويت شعر ما فيني احكم على تجاري بالغير بس انا هون ام شارين ماي اكسبرينس بالنسبة لتجربتي الخاصة بتشكرها لتاتي بيك تايم رح خليلكم تحت في صندوق الوصف سواء الويب سايت لالون وسواء قناتها بالانستغرام سواء قناتها باليوتيوب فوتوا لعندها سابسكرايب سواء قناتها سواء قناتها سواء قناتها سواء قناتها سواء قناتها باي باي سواء قناتها سواء قناتها